اهلا بكم مشاهدين الكرام في النشرة الجوية نقدمها لكم من قناة النهار ونستهلها بصورة القمر الاصطناعي التي توضح لنا جواء مغشات دوسيا على كل المناطق الشمالية والجنوب الكبير نصل إلى تفاصيل الوضعية الجوية ليوم الأحد بداية بالصباح نرتقب جواء مغشات لغائمة على شرق البلاد تكون مشمسة مع تشكل بعض الضباب الخفيف بالمدن الغربية والوسطى نرتقب أيضا جواء مشمسة وصافية على مجمل المناطق السحروية مع تطاير بعض الرمال بالصحراء الوسطى تشكل بعض الصحب العابرة بشمال السورة والجنوب الغربي وحركة الرياح تكون مع تديل عيلة قوية نسبيا على شرق البلاد درجات الحرارة الدنيا لصبيحة الأحد ستصل إلى 12 درجة بوهران والجزائر العاصمة في ظاهرة الأحد نتوقع سماء غائمة مع بعض الأمطار المتفرقة على الساحل الشرقي تبقى مستقرة ومشمسة عموما على السواحل الغربية والوسطى أجمع مشمسة إلى قليلة الصحب نوعا ما بالمناطق الداخلية حتى شمال الصحراء والوحات وصولا لشمال السورة الجنوب الغربي لكن يبقى التقص مشمس وصافي بباقي المناطق الجنوبية مع تطاير الرمال بشمال الصحراء والوحات حتى الصحراء الوسطى وحركة الرياح تكون معتدلة إلى قوية على شرق البلاد ومن ضعيفة إلى معتدلة بباقي المناطق الشمالية والجنوبية درجات الحرارة القصوى لظاهرة الأحد ستصل إلى 20 درجة بوهران وعنبا 17 درجة بالجزائر العاصمة 19 درجة ببتنة 22 درجة بالأغواط 15 درجة بالبيض 25 درجة بالشار حتى غردايا 27 درجة بالوادي 28 درجة بورغلا 29 درجة بعنصالح 31 درجة بأدرار 30 درجة بتندوف حتى إليزي 26 درجة بمنطقة تمنرست نمر بكم إلى الوضعية الجوية المتوقعة لليلة الأحد إلى الاثنين نرتقب بعض الأمطار الرعدية على السواحل الشرقية للوطن تشكل سحب عابرة على المدن الوسطى حتى المناطق الداخلية الشرقية وسولة لشمال الصحراء والواحات الجنوب الشرقي أقصى الجنوب لكن يبقى الصفاء يميز باقي المناطق الجنوبية حتى المدن الغربية للوطن مع حركة رياح مع تدلالة قوية نسبيا بشرق الوطن درجات الحرارة الليلية ستصل إلى 8 درجات بوهران والجزائر العاصمة 9 درجات بعنبا درجات عمي باتنا 5 درجات بالأغوات 3 درجات بالبيض سنسجد 13 درجة ببشر 17 درجة بتندوف أدرار 16 درجة بعنصالح 15 درجة بمنطقة تمنرست 16 درجة بإليزي 13 درجة بورغلا والوادي 12 درجة بغردية نصل بكم مشاهدين إلى حالة البحر اليوم الأحد سيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب على طول الشريط الساحلي من بنصاف وهران مستغان موتنس حتى تيبازا العاصمة ممردس بجايا جيجلسكي جدعى النباء والقالة نتيجة رياح شمالية إلى شمالية شرقية ستتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام هذه توقعاتنا لأحوال التقسي اليوم الأحد والله أعلم شكرا لكم على تيب المتابعة والإصغاء في أمان الله